السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب اليوم رح نقرأ إنشاء يونت 6 طبعا الإنشاء هذا يعني حتى تلقون بقية الإنشاءات فان وينتات بالمرتب تلقوها بقائمة التشغيل اللي أول تعليق بس تنزلون أكتبكم الإنشاءات بالمرتب اتوا تفوتون إلى حتى تلقون الإنشاءات بالمرتب في الله نبدي بهذا الإنشاء أول شي العنوان كلش مهم اللي فوق لازم نكتب Dear Sir يعني عزيزي سيدي وبالنهاية يعني بنهاية كل إنشاء اللي نهاية عليها درجتين جوا تكتبون Yours Sincerly اللي معناها بإخلاص Yours Sincerly وبالنهاية تكتبون الاسم إحنا هنا عدنا اسم سجاد هس نبدي بالإنشاء فأول مرة يقول لي أنا واحد من الزباء المالتك بالبنك صال لي 3 سنين فنجي نقولها بالإنجليزي I am one of your customers أنا واحد من زبانك في البنك for 3 years لمدة 3 سنين قبل لا أبدي باللي أريد أقوله لأ أحب أشكرك على الخدمات والبراعة فنجي نقولها بالإنجليزي Before I start what I want Before يعني قبل I start أبدأ What I want ما أريد To tell you ما أريد أخبارك كلمة tell you يعني أخبارك About يعني قبل لا أبدي أقولك بالشيء اللي أريد أقوله I'd like to thank you أحب أن أشكرك I would I'd I'd هي عبارة عن اختصار I would يعني أحب أشكرك تمام؟ كلمة thank you يعني أشكرك About all the services كلمة services يعني خدمات and facilities والبراعة يعني قبل لا أبدي أحب أشكرك على كل الخدمات والبراعة هالخدمات اللي أنت مقدمين إياها بالبنك الخاص بك that are offered in your bank offered يعني مقدمة in your bank البنك الخاص بك يعني فهيسا الشي يقول له يعني الحد الآن أنه أنا أحب أشكرك على الخدمات والبراعة اللي أنت تقدمها إنا بالبنك بعدين يقول له من الصدق يعني الشغل وياك كان كلش حلو وكلش مرضي فنقولها بالإنجليز really the work with you really يعني حقا the work with you العمل معك work يعني عمل with you يعني معك has been good and satisfying كان جيدا ومرضي كلمة good يعني جيد كلمة satisfying يعني مرضي يقول بس آخر شهر ما دازيت لي الكشف ما الحساب البنك الخاص بيه فنقولها بالإنجليزي but last month but لكن last month يعني الشهر الفاتج you haven't sent me ما دازيت لي كلمة sent me يعني أرسلت إلي my monthly bank statement يعني الكشف ما الحساب البنك الخاص بيه الشهري كلمة monthly يعني شهري bank يعني هو حساب البنك statement يعني الكشف يقول هالشي غير اعتيادي اعتدت أنه أحصل عليه خلال أول خمسة أيام من الشهر فنجي نقولها بالإنجليزي it's unusual هالشي غير اعتيادي كلمة unusual يعني غير اعتيادي I used to كلمة used to يعني اعتدت على get it يعني أحصله turning the first five days خلال أول خمسة أيام turning خلال the first أول five days خمسة أيام of the month للشهر بس أنا من صديقة احتاجه لأن أريد أعرفش قد بقالي فلوس بحساب البنك نقولها I really need it really يعني حقا needed أحتاجه so that لذلك I can know how much أقدر أعرف I can أقدر no أعرف how much كم عدد money الفلوس is left in my account ما تروكه بحسابي left يعني باقي in my account بحسابي يعني أريد أعرفش قد فلوس باقي لي بحسابي أطلب منك أنه بلطف تشوف لي الأمور وأتمنى أحصله بسرعة I request you يعني أطلب منك كلمة request يعني أطلب request you يعني أطلب منك to kindly look into the matter kindly يعني بلطف look into تنظر إلى the matter يعني الأمر كلمة matter يعني الأمر I am looking to receiving it soon آني انتظرك أنه الترسلي بسرعة كلمة receiving يعني ترسله إلي soon يعني قريبا وبالنهاية أكيد yours sincerely بإخلاص واسمه سجد طبعا هسه خلصت الإنشاء كله للأخير أقرالكم إياه من البداية هنا السراح أقرالكم الإنشاء كاملا طبعا رح أقرال بدون ترجمة بس تلقوا مترجمة بالملزمة الجزء الثاني بش وقت تنزل هي نازلو لها بقناة التليجرام هذا اسم قناة تليجرام أي زينب أحمد واحد اثنين اثلافة وذا يعني مما تريدون تكتبون الإسم موجود الرابط بس جواب أول تعلق بس دوسوا عليه مباشرة يوديكم للتليجرام زين هسه خلي أقرالكم الإنشاء يا سير مقدر به أمان أمان كم قرالكم أتمنى تلك المشاركة مع تلقوا أمان بالمر سنعني لإךاتبكم على تلك المعلومات عالقين التي تتعليق تلك المشاركة التي يوجد فيها عليها ب playful and satisfying but last month you haven't sent me my monthly bank statement it's unusual i used to get it during the first five days of the month i really need it so that i can know how much money is left in my account i request you to kindly look into the matter i'm looking to receive it soon you're sincerely sajjad خلص هذا الانشاء لا تنسون الاشتراك بالقناة مع السلام موسيقى